وتقولين بأنه التزم الصمت بماذا تفسير صمت نتنيا؟ نتمنى لك السلامة وإحزاري أدعوك للحذر دانا أنت ما زلت معنا على الهواء مباشرة والصور تأتينا مباشرة هناك اشتباكات معك ماذا يحدث؟ نعم أمل هؤلاء مجموعة من المستوطنين المتطرفين هناك مقابل هذه التظاهرة اليسارية التي تنادي بوقف الحرب هناك مجموعة من اليمين المتطرفين زي ما حضراتكم شفتوا كده مرسلة القاهرة الإخبارية وهي بتتعرض للعنصرية الكبيرة اللي موجودة أصلا في الشعب الإسرائيلي من الداخل واستفزازاتهم المتوالية والمطلحة سلام عليكم وأهلا وسهلا بحضراتكم إن شاء الله حضراتكم تكونوا بخير وبأفضل حال إيه اللي بيحصل في موضوع قطاع غزة والنهار دا كان فيه لقاء مهم جدا وكان ما بين جانب مصري وإسرائيلي وأمريكي حوالين معبر رفح كمال موضوع بايدن والمقترح اللي بايدن مقدمه وهل الموضوع دا أهم حاجة بقى حيجيب نتيجة وينهي الصراع ولا لا أول حاجة مصر أسقطت مجموعة من المساعدات على أهلنا في قطاع غزة على مدار التلات أيام النهاردة ومبارح وأول مبارح من الطيران المصري للأماكن اللي بيصعوا بوصول المساعدات إليها داخل قطاع غزة خلينا نقول الأول إيه اللي حصل بايدن كان عنده طلع وقال أنا عندي مقترح والموضوع اللي على فكرة سبب أزمة لأن المفترض المقترح دا لما بايدن بيجي بيعلنه المفروض البيت الأبيض لما بيعلنه بيكون مبلغ الجانب الإسرائيلي قبلها جي بقى الجانب الإسرائيلي عمل بقى نفسه متضايقين وزعلانين ومأموسين أصل الإدارة الأمريكية بلغتنا بالمقترح دا قبل ما البيت الأبيض أعلنه بس بنص ساعة المقترح عندنا على ثلاث مراحل المرحلة الأولى هو وقف تام لإطلاق النار بحيث أن يتم وقف إطلاق النار لمدة ست أسابيع في خلال الوقف التام لإطلاق النار بيتم فيها إطلاق صراح من الجانب الفلسطيني وحماس بيتم إطلاق صراح الإسرائيليين اللي هما من النساء ومن الكبار في السن بحيث يتم إطلاق صراحهم ونظير كده يتم إطلاق صراح مئات من المسجونين أو المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية كمان بقى معاها عودة سكان قطاع شمال غزة إلى أماكنهم بس النقطة كلها حيروحوا فين ما هذا السؤال عودة سكان شمال غزة هو عاد في بيوت لازالت موجودة يعني أنت تخيل أن الناس اللي من شمال غزة هم أساساً دلوقتي موجودين في رفح حيرجعوا يروحوا حيلقوا بيوتهم في منهم اللي وارد يلاقوا بيوتهم جزء منها تقصر في منها أو تم تقهدمه تماماً في منهم اللي حيلاقي البيت موجود ولكن نتيجة الضرب هيصبح خارج أساساً أنه يبقى مأهول للسكن لأنه ممكن يبقى قايل للسقوط وفي منهم اللي حيلاقي البعض القليل اللي حيلاقي بيوته إنها لازالت نيجي ندخل على المرحلة الثانية اللي هي تفضل المحادثات شغالة ما بين الجانب الإسرائيلي وما بين الجانب حماس من خلال المرحلة الثانية بيتم إطلاق صراح كل الرغاء الإسرائيليين اللي هما مع جانب حماس أو السجناء أو أي كان اللي حضرتك عايز أقولها يتم إطلاق صراحة الجانب كله ويودوهم إلى الإسرائيليين ومقابل ذلك تنسحب كل قوات الإسرائيلية من قطاع غزة تالت مرحلة خلاص خلصت الحرب هنا بعد كده بقى تبدأ مرحلة إعادة إعمار غزة الكلام شفناه قبل كده الكلام ده شفناه قبل كده بالزبط على فكرة وكان عندنا بقى ردود أفعال يعني إحنا لو قدرنا نوصل للمرحلة دي ده جانب كويس ولكن رد الفعل الإسرائيلي لا 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 رد الفعل الإسرائيلي مختلف رد الفعل الإسرائيلي قال جي جالنت وزير الدفاع الإسرائيلي وقال مش حنينهي الحرب دي أبدا إلا ما نقضي على كل الكيادات بتاعة حماس وإن إحنا لازم نعزل كل المناطق اللي إحنا شايفين إن ممكن يكون فيها كيادات بتاعة حماس موجودة خلينا بقى نعمل وقفة هنا عشان نجيب لحضرتك بقى اللي كان الاجتماع النهاردة اللي كان موجود هنا في القاهرة النهاردة القاهرة أو مصر أصرت على إن لازم يتم إعادة فتح معبر رفح ولازم بدون أي شروط إن ما يبقاش الجانب الإسرائيلي موجود في معبر رفح وإن اللي يبقى موجود في معبر رفح بس هو الجانب الفلسطيني وما فيش حاجة اسمها إن معبر رفح ده يبقى تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي ليه بقى بقول لحضرتكم هنا لإن جالنت برضو بيرمي بكلامه على موضوع المقترح المصري وزير الدفاع الإسرائيلي عارف إن ده الشرط الأساسي سواء وزير الدفاع الإسرائيلي قال الكلام ده قبل الاجتماع النهاردة في مصر أو بعد الاجتماع في الحالتين هو متوقع إن مصر متمسكة بموقفها إن ما ينفعش المعبر ده يبقى تحت سيطرة الجانب الإسرائيلي فجال أنت بقول لك إيه بقى لا إحنا مش هنسيب المعبر ده ولا هنسيب الأماكن غير لما نقضي على قيادات حماس الورقة المصرية المفروضة أنها بتقدم المقترحات دي علشان تنهي برضو الحرب في غزة والمفروض أن مصر برضو بتقدمها إلى الجانب الأمريكي لما نجمع الأمر ما بين اللي حصل هنا من الجانب المصري أو من المقترح بتاع بايدن خلينا نجمع بقى ردود الأفعال كالآتي إن احنا عندنا تلاتة معترضين على الموضوع ده وزير الحرب الإسرائيلي أو وزير الدفاع الإسرائيلي اللي هو جالنت قال لا إحنا لازم نفضل مش هنخلي أصلا حماس يبقوا موجودين وهما اللي يمسكوا قطاع غزة إحنا كده بنكافئهم على اللي هم عملوه لا يمكن ده حيحصل وعندنا بقى تنين يمنيين متطرفين سموتريتش اللي هو وزير المالية الإسرائيلي وسبق وكان ليه قبل كده أكتر من تصريح واضح جدا إنه هو شخص يميني متطرف وعندنا بين غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي حضراتكم عارفين طبعا من غفير ده أكتر شخصية صهيونية متطرفة اللي اتنين دولة هددوا إن لو بن يمين نتانياهو وافق بالمقترح بتاع بايدن فإحنا هننسحب من الحكومة اللي موجودة حاليا غير إن بن غفير طلع وقال والله لو نتانياهو وافق بالمقترح ده فده يعتبر انتصار للإرهاب ووزير المالية الإسرائيلي طلع قال برضو أنا لا يمكن أوافق أبدا أكون في جزء من حكومة بتوافق على إن إحنا نسيب الإرهابين على حسب تعبيره إذا إحنا عندنا الموقف كالآتي مصر بتعمل ضغوطات على الجانب الإسرائيلي لعادة معبر رفح حسب كلام الإدارة الأمريكية ما هي قالت إن إحنا عندنا المقترح بتاعنا لوقف إطلاق النار ووقف ما يحدث داخل غزة ولازم المقترح ده يتم بين يمين نتانياهو حسب ما هو برضو بيتقال في الأخبار إنه هو متعرض للضغوط سواء من الجانب المصري أو من الجانب الأمريكي هنا بقى السؤال هل حيحدث المقترح الأمريكي ده حيتم ولا لا وهل الإسرائيليين حيتجوم مع الجانب المصري ولا لا هقول لحضراتكم كده من وجهة نظري الشخصية البسيطة المتوضعة ولكن كلامي ده مش مجرد إن أنا بتخيل أو إن أنا مثلا بضرب الوضع ولكن نتيجة ما شفناه قبل كده يعني إحنا عندنا دروس سابقة إيه اللي شفناه؟ إن إحنا شفنا المقترح بتاع بايدن ده تقريبا كوبي بيست قبل كده حصل وشفنا رد الفعل كان رد الفعل إن الموضوع ده بعيد المنال وإن الحكومة الإسرائيلية هي حكومة حرب وإنها حكومة يمينية متطرفة وإن هم مش هيوفقوا أبدا بإن الحرب دي تنتهي إلا هم في دماغهم كده يخلص على يحيى السنوار ومحمد الضيف هم من نسبة لهم إن القضاء على شخصين دولة هو يعتبر إنهاء الحرب على فكرة حكومة الإسرائيلية الحالية ما يهماش حتى أبدا إن الرهائن أو السجناء أو أيا كان اللي هم الإسرائيليين اللي مع حماس يتم إطلاق صراحهم ولا لأ ولا يعيشوا ولا لأ يقول لك دول كام واحد يعني أنا عايز أخلص على يحيى السنوار ومحمد الضيف هنا هيعتبروا نفسهم إنه هم فعلا إنهاء الحرب لكن من غير المقترح ده في دماغهم هم مش هيعملوا كده أبدا أما بالنسبة لم إعادة معبر رفح أعتقد في قرارة نفسي إن الجانب الإسرائيلي مش هيحاول إنه هو يكون شاف الرد الفعل المصري في الفترة الأخيرة ونتيجة التوترات اللي ما بين مصر وإسرائيل في الفترة الأخيرة فالجانب الإسرائيلي هيحاول إنه هو يقلل من حدة التوترات دي شوية يمكن يكون هيحاول إنه هو رغم إن مصر حتى شرط إنه لازم إعادة فتح معبر ده بدون أي شروط وبدون أي قيود ويكون اللي موجود فيه هو جانب فلسطين يمكن هيحاولوا إنه هم يحطوا اقتراح معين أو شرط معين المهم في الناتج إن من الوارد إن معبر رفح حيتم فتحه وانسحاب القوات الإسرائيلية منه لنا بناء على ما شفته قبل كده وبناء على التعليقات والتصريحات اللي الجانب الإسرائيلي بيقولها المقترح بتاع مصر من الوارد بشكل كبير أو إنه هو ينجح نتيجة تقليل شوية من التوترات ما بين إسرائيل ومصر خاصة إنه هم عارفين إن الموضوع ده حيكون له تأثير كبير تبعات حتى بعد حرب غزة هم مش حطين وبصين بالضبط يعني رؤية إسرائيل للأمر مع حماس غير رؤيتهم مع مصر لا هم رؤيتهم مع مصر إنه هم رؤيتهم إنه هم في دولة أو في جوار مع دولة كبرى مع دولة في المفترض اتفاقية سلام ما بيننا وما بينهم فهما بصين برضو للمدى البعيد إن إحنا هنخلي العلاقات ما بيننا وما بين المصريين إزاي غير نظرتهم إلى الجانب الحمساوي اختلاف ما بين الرؤية الإسرائيلية للمقترح المصري وما بين الرؤية الإسرائيلية للمقترح الأمريكي عامة يجوز برضو إن رأي يصيب ويجوز إن رأي يخطئ ولحضراتكم كل الإحترام مهما اختلفت أفكارنا بشكركم جدا جدا على مشاهدة حضراتكم للفيديو سلام عليكم اشتركوا في القناة